موسيقى صباح الورد والفل والياسمين والتفاؤل على كل مشاهدي قناة تان في يوم جديد وحلقة جديدة من صباح الورد في صباح الورد احنا بنبدأ حلقتنا دايما بالموجز الاخباري الموجز الاخباري النهاردة مع الزميلي كريم حتم وصباح الورد عليك يا كريم صباح الورد يا مهى وصباح الخير على كل مشاهدي قناة تان واهلا بكم في موجز الاخبار اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الحاجة الملحة لتضافر جميع الجهود لالاء قيم التعايش والتسامح بين كافة الاديان ومد جسور التفاهم والاخاء وعدم المساس بالرموز الدينية وخلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي جوني فلودريان اعرب السيسي عن رفضه التام للاعمال الارهابية بكافة اشكالها او ربط اي دين باعمال العنف والتطرف من جانبه اكد الوزير الفرنسي احترام بلاده وتقديرها لكافة الاديان وتطلعها لتعزيز التعاون والتشاور مع مصر لمكافحة ظاهرة التعصب والفكر المتطرف في ظل كون مصر منارة للوسطية والاعتدال اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهمية زيادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر لتشمل اكبر عدد ممكن من المواطنين ولتكثيف نشطه من خلال مختلف برامج الحماية الاجتماعية وخلال اجتماعه مع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وامين صندوق تحيا مصر وجه الرئيس بالبدء في تفعيل واطلاق عدد من المبادرات من خلال صندوق تحيا مصر بقيمة اجمالية تصل الى مليار جنيه كما وجه بالاستمرار في تطوير نشاط مبادرات الصندوق كذراع اجتماعي واقتصادي داعم للجهود المتبطة باجهزة الدولة تجاه المواطنين عقد الرئيس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس بحضور وزيرية التنمية المحلية والاسكان وعدد من المسؤولين وذلك لاستعراض مقترح الاشتراطات البنائية العامة التي سيتم تضيقها في كل المحافظات وخلال الاجتماع تم استعراض تفاصيل الاشتراطات البنائية العامة وقواعد واجراءات اصدار رخص البناء اعلنت وزارة الصحة عن خروج 103 من المتعافين من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع بذلك اجمالي المتعافين الى 1332 حالة بينما تم تسجيل 239 حالة ايجابية جديدة و13 حالة وفاء وفي سياق متصل اكدت وزيرة الصحة هالا زايد استعداد الدولة التام لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا والتي بدأت في بعض الدول مشددة على اهتمام القيادة السياسية بملف مواجهة الفيروس ووضعه من ضمن اولوياتها اعلنت مبعوثة الامم المتحدة الى ليبيا ستيفني ويليمز عن تحقيق تقدم ملموس بين وفدي لجنة العسكرية الليبية المشتركة في محادثات تنفيذ بنود اتفاق وقف اطلاق النار واشارت ويليمز خلال مؤتمر صحفي الى ان الامم المتحدة تسعى لاطلاق حوار سياسي ليبي ليبي من اجل تحقيق المصالحة مضيفة ان مخرجات برلين وغيرها من المصارات يجب ان تكون في الاطار للحوار السياسي ليبي اعلنت وزارة الدفاع الاذربيجانية ان قواتها سيطرت بالكامل على مدينة شوشة الاستراتيجية في اقليم كارباخ المتنازع عليه مع الجانب الارميني وقلت الوزارة في بيانها ان اعلان الطرف الارميني عن استعادته السيطرة على شوشة ثاني اكبر مدن الاقليم تطليل اعلامي يهدف الى تهديئة الرأي العام المحلي بدورها نفت ادارة جمهورية كارباخ ووزارة الدفاع الارمينية صحة هذا الاعلان قائلة انه موجه لضعاف معنويات القوات الارمينية واشارت الى استمرار العمليات العسكرية داخل المدينة وفي محيطها رياضيا تعادى ليفربول مع مضايفه منشستر سيتي بهدف لمثله في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدور الانجليزي والتي استضافها استاد الاتحاد تقدم النجم المصري محمد صلاح لليفربول من ركلة جزاء في دقيقة الثالثة عشر قبل ان يتعادل جابريال خيسوس للسيتي في الدقيقة الثانية والثلاثين التعادل رفع رصيد منشستر سيتي الى اثنتين عشرة نقطة وظل في المركز الحادي عشر بجدل والترتيب بينما فقد ليفربول صدارة الجدول برصيد سبعة عشرة نقطة في المركز الثالث ختم الموجه شكرا للمتابعة والان اعود مرة اخرى الى مها بهنسي شكرا جزيلا زميلي كريم حتم على الموجهز الاخباري مشاهدين عاسبكم دلوقتي مع عرض بفقراتنا الحوارية في حلقة اليوم ونرجع لكم مرة تانية اشتركوا في القناة 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 الرئيس شدد على اهمية زيادة حجم برامج الدعم المقدمة من الصندوق علشان تشمل اكبر عدد ممكن من المواطنين وكمان لتكسيف نشاطه من خلال مختلف برامج الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة مع الاخذ في الاعتبار حلول فصل الشتاء طبعا وبداية العام الدراسي الحالي وجه الرئيس كمان بالبدء في تفعيل واطلاق عدد من المبادرات وده من خلال صندوق تحيا مصر وبقيمة اجمالية مليار جنيه المبادرات دي عايزين نعرفها اكتر وده اللي هنعرفه من خلال ضفنا اللي معانا دلوقتي على الهاتف الاستاذ شادي سالم مدير ادارة المشروعات بصندوق تحيا مصر اهلا بك يا فندم صباح الخير اهلا محرق صباح النور يعني خلينا نتكلم الاول على هذه المبادرات ايه هي المبادرات اللي هيتم فيها دعم برامج الحماية الاجتماعية ان شاء الله احنا في الصندوق في صدد اكتناق عدد من المبادرات ويكون بتساعدة بشكل اسمت الفئات الاولى بالرعاية ويكون في مجال الحماية الاجتماعية وفي مجال الرعاية الصحية احنا هنبقى مدودين في ان شاء الله في فنزين بصبر قافلة انسانية بده تضمن بعض التدخلات خاصة بتوفير بعض المواد الغزائية اه ما يوازي تقريبا مليون كارتونة ده مواد غزائية بالاضافة الى اه مليون اه شنط الدواجن كل شنط ده ايما بتحتوي على 2 كيلو اه و 20 جرام او 20 جرام اه من الدواجن بالاضافة الى اه قافلة خاصة بتوفير 50 الف اه اه بوكس ملادس كل بوكس ايون بكس ده جوا من 13 قطعة ملادس ده في اطار الحماية الاجتماعية ده على مستوى كل محافظات الجمهورية؟ ايه فنزين؟ ده على مستوى كل محافظات الجمهورية؟ ده على مستوى محافظات الجمهورية وحيتم تنفيذ القافلة ان شاء الله بالتعاون مع وزارة التضامن ومشاركة وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المجتمع ايه المحافظات اللي هتبدأوا بيها؟ يعني كم محافظة هتبدأوا بيها في الاول؟ ايه فنزين؟ ايه المحافظات اللي هتبدأوا بيها في الاول؟ يعني الاولوية هتبدأوا بقاني محافظات في الاول؟ لا احنا التنفيذ هيبقى على كل المحافظة عشرين محافظة وفي شكل أساسي المؤسسة المجتمع المدني عندها قواعد بيانات من الفئات الأولى جرعية وهي دي اللي هتبقى الأولوية اللي هنا في التنفيذ ان شاء الله ان شاء الله بشكر حليك شكرا جزيلا أستاذ شادي سالم مدير إدارة المشروعات بصندوق تحية مصر الرئيس السيسي من منذ تولي الحكم وهو دايما كده قدام عينيه أنه يقضي على العوز وبالفعل هو وعدة فأوفى ودائما يعني المواطن الأكثر احتياجا الأسر الأولى بالرعاية دايما كده هم اللي ليهم الأولوية ويمكن ده شفناه على مدار الست سنوات كمان يعني بشكل مستمر وبشكل منتظم هنروح دلوتي مع بعض علشان نشوف النهاردة في مصر ونرجع لكم مرة تانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بحضراتكم من جديد يعني الخبر اللي هنتكلم عنه دلوقتي خبر مهم جدا جدا لكل الشعوب العربية والإسلامية على مستوى العالم برح كان فيه لقاء في غاية الأهمية بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ووزير الخارجية الفرنسي وخلال اللقاء قال الشيخ الطيب أن التجاوزات موجودة عند أتباع كل دين وفي شتى الأنظمة وأنه لا يقبل أبدا أن يتهم الإسلام بالإرهاب وأن مؤسسة الأزهر قديما وحديثا تواجه الإرهاب فكرا وتعليما وتم وضع مقررات ومناهج جديدة تبين للجميع أن الإرهابيين مجرمين وأن الإسلام بريء من تصرفاتهم طبعا ده لقاء مهم جدا خلينا نقول يا جماعة يعني بالنسبة للرسمين الكاريكاتير دول اللي موجودين سواء في فرنسا ولا في دانمارك ولا ولا إذا نقاكوا قوي يعني أن أنتوا تعملوا رسومات موسيقى أنا مش هقول كاريكاتير دي رسومات موسيقى لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يعني إحنا ناس محترمة إحنا ما بنغلطش في أي نبي لأي عقيدة سواء كانت سماوية أو أرضية وهو ده وخلينا نقول أنه هما لم يستجيبوا إلا بضغط الشعوب العربية السلمي وطبعا إحنا بنستبعد تماما الأفعال اللي كان فيها عنف أو فيها قتل أو فيها تعدي الحل لما تم والضغط الحقيقي لما تم تم بتكاتف الشعوب العربية الإسلامية باعتراض سلمي واضح وصريح وهو ده الأكبر أو خليهم أكبر أكبر عفوا أنا هو أكبر الرئيس الفرنسي أكبر طبعا المؤلينين المسؤولين الفرنسيين أنه هما يبتدوا يعدلوا في خطابهم ماينفعش أن أنت تدافع عن تجاوز محدش قال أبدا أن حرية التعبير عن الرأي هو الاعتداء على معتقدات الآخرين أو عقائد الآخرين أنت حر يا سيدي أنت مش مقتنع بالعقيدة دي مش لازم تغلط فيها ومش لازم تغلط في رسول نحن تتكلم على الديانة المسلمين في العالم 2 مليار من 8 مليار أو من 7 مليار فيعني لا يعني ماينفعش أنت تستفز 2 مليار مسلم في العالم عشان حضرتك مسمي نفسك أنك بتعمل رسومات كاريكاتيرية مش حاسمة كده وكلنا عارفين أنه أي دين بيتم يعني إقحامه في تنفيذ عمليات إرهابية أي دين فده بيبقى استغلال للدين الدين بريء من ده ما فيش دين في العالم يعني بيشجع على الإرهاب ده بالعكس الأديان وجدت علشان ترتقي بالإنسانية مش علشان تقضي على الهمجية اللي كانت موجودة فإذا كان فيه شوية همج من أي عقيدة بيستخدموا العنف فدي مشكلتهم في الحقيقة مش عشان قالوا بقى كلمتين واقتطعوا آيات وحوروا فيها وهم كده يبقى الدين بيقول كده ما فيش دين بيقول كده أصلا يعني مش الإسلام فقط ما فيش دين أصلا بيقول تروح تعتدي على الآخر أو تقتل أرواح أو إلى آخره ده بالعقل يعني فإذا كانت حجتكم أن أنتوا بتعملوا رسومات كاريكاتيرية علشان من خلال الكاريكاتير بتبينوا أن الإسلام دين إرهاب لا الإسلام مش دين إرهاب وفي الآخر التجربة أثبتت أن الاعتراض أو الوقفة السلمية المتحدرة الإنسانية هي اللي كانت الضغطة الحقيقية وهي اللي وصلتنا لهذا المؤتمر وهذا اللقاء اللي غاية في الأهمية في الحقيقة ننتقل لوزارة الصحة وخبر آخر الدكتورة هلا زايد وزيرة الصحة والسكان قالت أن أحسن اختراع لسنة 2020 هو الكمامة وانتصرت الكمامة ليه؟ لأنها حاجة بسيطة جداً في متناول الجميع وإحنا كلنا ممكن نرتديها ونحمي بشكل كبير جداً وخلينا نقول أنه يعني في ناس كتير كانت عندها مشكلة تقول لك طب ما هي الكمامة صلوها مكلفة؟ هي مدتها 8 ساعات اللي هي الكمامة الطبية؟ خلاص يا سيدي ألبس الكمامة لأماش يعني دي موفرة جداً هتحتاج بس أن أنت تخسلها كده على إيدك كل يوم بالليل قبل ما تنام بأي صبون على الحود وانشرها علشان تبقى كل يوم نظيفة أنت بتستخدمها الموضوع بسيط لكن ده ما يبررش بأكده ما فيش أي حاجة للإهمال يعني الكلام ده اتقال من وزارة الصحة خلال مؤتمر صحة فيه دعت فيه الوزيرة المواطنين وده للحضر من التواجد فيه الأماكن المغلقة دون ارتداء الكمامة الموضوع يا جماعة كومن سنس جداً طبيعي أي مكان مغلق والنفس بيكون كده يعني في وش بعض لازم تلبس الكمامة جددت كمان وزيرة الصحة الدعوة لغسل الإيدين بشكل منتظم والحرص على التباعد الاجتماعي وعدم التجدس في الأماكن المغلقة يعني إحنا بنتكلم على أن منظمة الأمم المتحدة عملت اليوم العالمي لغسيل الإيدين وإذا كانت بتعمل حاجة زي كده الأمم المتحدة يبقى ده معناه أنه موضوع غسيل ده مهم جداً 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 طيب خلونا كمان نستقبل اتصال هاتفي من دكتور عبداللطيف المر أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بجامعة الزأزيق صباح الخير يا فاندم صباح الفلم يا مهز زيك أهلاً بحضرتك الصحين الأولى هنيكي على المقدمة الجميلة بتاعة حماية الأديان وإن اعتبار حرية الرأي مع إساءة للأديان الأخرين أياً كان الدين ده غير مقبول أن نحن نسيه لأي الدين وخاصة دينا أن نحن نشوفه وكلمة السيد الرئيسي وعيس السيسي بنفسه كان قالها في المولد النبوي كانت جميلة جداً وكلمة شيخ الأزهر أسلجة الصدور واللقاء شيخ الأزهر مبارح مع وزير الخارجية الفرانتي كانت حاجة جميلة ووضح فيه شيخ الأزهر أن الإسلام مع حرية الأديان كلها وبيحافظ على الأديان كلها الإسلام عالمي بيحافظ على حرية الدين المسيح لذلك هو خاتم الرسالات لأنه هو بيشمل كل ما قبله إحنا كمسلمين الحمد لله إحنا مؤمنين بالدين المسيحي يا فندي مؤمنين بالدين اليهودي فإحنا مش عندنا إطلاقاً أي مشكلة مع قبول الآخر إحنا كمسلمين بنقبل الآخر كما هو بالعكس وإحنا ليهو بعالينا حق يمكن أكثر من حقوقنا زي ما قالينا الرسول فأنا بهنيكي على المقدمة الجميلة بتاعتك أنا بشكرك بشكرك فضل يا فت يعني خلينا نوضح للمشاهدين أكتر يعني هل الكمامة هي تعتبر فعلاً أحسن اختراع لمواجهة هذا الفيروس فيروس كورونا؟ لا أنا مش عايز أقول اختراع لأن اختراع الكمامة مخترعة من زمان من عشرات السنين أو مئات السنين لا هي بالنسبة لنا اختراع لأنه إحنا كشعب يعني مصري أو شعوب عربية كنا لما بنشوف حد لابس كمامات كان غالباً بيبقوا من اليابان من الصين اللي هما السياحي بحيلي أنا آسف إحنا وصلنا الفترة اللي احنا فيها دلوقتي كده دلوقتي لو ده نزلت الشارع وأكيد أنت بتروح الشارع يمها أكيد بتشوفي الناس مش لابسة وعد اللي يا لابس كمامة هو داخل المول أو محل أو أي سوبر ماركت كله من كوكب داخل وغير مقبول ناماً يعني غير مقبول حد ما في مشكلة في الاتصاء في الشبكة؟ طيب دكتور عبداللطيف يعني لو تغير مكانك شوية لأنه الشبكة مش واضحة دكتور عبداللطيف المر أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بجماعة الزقزيق هنرجع لك مرة تانية هنحاول نتواصل مع حضرتك مرة تانية إنه وضع نفي مشكلة في شبكة المحمول طيب احنا هنروح دلوقتي مع بعض مشاهدين علشان نشوف خدمات صباح الورد ونرجع لكم مرة تانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بنرجع لحضرتكم مرة تانية وكنا قبل الفاصل اللي شفناه مع بعض كنا بنتكلم عن المؤتمر اللي قامت به وزيرة الصحة اتكلمت عن الكمامة ولها تصريح في هذا المؤتمر أمس وقالت إنه هو أعظم اخترافي 2020 بيعود لنا مرة أخرى على الهاتف دكتور عبداللطيف المر أستاذ الصحة العامة وطب الوقائي بجماعة الزقزيق اهلا بحضرتك مرة تانية يعني خلينا نتكلم على أهمية ارتداء الكمامة في المرحلة أولا دخول الشتاء وتاني حاجة إن احنا في الموجة تانية من فيروس كورونا تمام لا أولا احنا لسه في الموجة الأولى في مصر أولا انتهيتش بمعنى أداء لكن اللي عايز أقوله بغض النظر عن التعريفات العلمية أو الاختلاف موجة أولى موجة تانية إن احنا مقبلين على فترة قد تكون خطيرة يا سيدة مهد لأن احنا مقبلين على فترة الشتاء والشتاء زي ما احنا عارفين الأمراض التنفسية بتاعته متزيد قوي زي الانفروانزة زي البرد واحتمال كبير يكون كوفيد منهم بدليل إن العالم كله تضعفت فيه الأعداد ووصلت أكثر من الأعداد اللي كانت بتصيب أيام الزر وأيام زمان إذن نحن فعلا نقبلون على فترة قد تكون خطيرة للأسف في حالة من الله مبالاة غير مبررة وغير مفهومة من كتير من شعبنا الطيب الجميل اللي بناشده نرجع تاني ناخد بالنا فأنا بقول لكل في الفترة اللي جاية دي لأن احنا يمكن هم مش واخدين بالهم إن كان فيه فترة ما بيننا وبين أوروبا وأمريكا حوالي شهر أو شهر ونص يعني الشعب أو شعبنا الطيب فاكرين إن احنا خلاص ما عندناش أعداد غير 200 حالة وأمريكا وأوروبا فيها بعشرات الألاف يبقى احنا عدينا وخلاص وانتهت كورونا لا يا جماعة احنا بيننا وبين أوروبا وبين أمريكا فترة زمنية تقريبا كانت شهر ونص فلو استمرت الفترة دي يبقى احنا مقبلين حنبقى زينا زي أمريكا وزي أوروبا والأعداد هتكون خطيرة بفكر اللي بيشوفونا دلوقتي إنه كانت في فترة من الفترات مفيش أمريكا مفيش يا جماعة أجهز التنفس مفيش أسرة لغاية ما الحمد لله كانت الوزارة والدولة ضعفة الأعداد وكان فيه بعض الناس بتلف عشان تلاقي الشياردة مش عايزين يرجع تاني إحنا بإيدينا لمنعه يا جماعة الحمد لله دلوقتي الوضع مطمئن أس الأسرة موجودة الأجهزة التنفسية موجودة لكن الأعداد مطمئنة أو مطمئنة الأعداد مش عايزين الأعداد تنفجر زي زمان أو زي ما حصل في أوروبا وأمريكا واللي كلنا حنعاني فعلا الكمامة هي والتباعد الاجتماعي عشان يبقى الكلام دقيق الكمامة اللي وحدها ما تنفعش لازم الكمامة يفندم معها تباعد اجتماعي بمعنى حضرتك في الشبب لازم يبقى بينك وبين زميلك مثل مثلا حضرتك في البيت برضو لأنه في حالات كتير ما تعرفش أن هي مريضة أو غير مريضة يعني يمكن يكون زميلك في البيت أو قريبك اللي في البيت أو مراتك أو أخوك أو أختك مريض فمش هنختر حاجة المرض حطير لكن العلاج بتاعه سهل يعني إيه المشكلة في التباعد الاجتماعي وإيه المشكلة في ابتداء الكمامة وإيه المشكلة في غسل الأيدي يا فندم وكمان بنادي كل اللي بيشوفونا دلوقتي بمحاولة الحصول على التطييم ضد الإنفلوانزة الموسمية التطييم ضد الإنفلوانزة الموسمية ما هوش مخصص لكوفيد ولكن مهم في إيه ده من زمان ناس كتير ملتزمة بيه في الحقيقة مع دخول فصل الشتاء مهم جدا يمهى السنة دي أكثر كمان ليه السنة دي أكثر أهميته؟ لأنه قد يحدث أو مش قد يحدث الناس كلها بتصاب نسبة كبيرة من الناس بالإنفلوانزة والبن فالناس اللي مصابة بالإنفلوانزة الموسمية العادية هتظن إنها مصابة بكوفيد وبالتالي قد يتم علاجها خطأ لأنه ما حدش في نوح المستشفات الغالبية بتعالج نفسها في البيت فإذا قد تعالج نفسها لأنها كوفيد وده حيرهي الإجازة البنائية وصلت أرسالة دكتور عبداللطيف المر أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بجامعة الزقزيخ بشكرك شكرا جزيلا مشاهدين أسفكم دلوقتي مع فاصل ونرجع نبدأ فقراتنا الحوارية تابعونا أهلا بحضرتكم من جديد الفقرات التي نبدأها مع بعض دلوقتي تهم كل بيت مصري علشان مرتبطة جدا بالصحة وإحنا بنتكلم عن فيروس كورونا وبنتكلم عن أن الجائحة أو الموجة التانية من جائحة كورونا بدأت بالفعل في دول غربية عديدة ودخلين كمان إحنا على فصل الشتاء وطبعا الحمد لله مصر كانت نجحت جدا في احتواء هذه الموجة اللي هي الموجة الأولى فإحنا كمان دلوقتي عايزين نعرف رأي العلم رأي الطب هل مصر دخلت بالفعل في الموجة التانية من جائحة كورونا وإحنا طبعا على دخول الشتاء وإزاي نستعد لهذه الموجة وإزاي نحمي نفسنا ونحمي أولادنا من هذا الفيروس علشان كده ضفنا في الستوديو هو دكتور ماهر الجرحي نائب مدير مستشفى حميات إمبابا أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك في البداية دكتور يعني علميا بقى هل مصر دخلت بالفعل في الموجة التانية من جائحة كورونا زي ما دخلت في دول أخرى لا والله إحنا لسه بنقول وهنقول إحنا لسه في سياق الموجة الأولى هو عدد الإصابة الزاد شوية وده طبيعي جدا مع دخول فصل الشتاء إحنا قلنا كذا مرة أن فيروس كورونا ليه ميديا معينة بينشط فيها اللي هو الرطوبة الأوليلة وفي نفس الوقت البرودة الشديدة فوجود العنصرين دولت وخاصة الطاقس البارد مع دخول فصل الشتاء بينشط بصورة إحنا لتمزناها الأيام دي لكن لسه إحنا في سياق الموجة الأولى عشان نقول فيه موجة تانية جات لازم يكون الموجة الأولية وصلت لزير وده ما حصلش لحد الوقت لكن نسبة الأصابة زادت لتغيير الطاقس النفس طيب في المرحلة أو في الوضع اللي حضرتك وصفته دلوقتي المفروض نعمل إيه كلنا يعني على مستوى الفرد نعمل إيه على مستوى المؤسسات إيه المفروض يتعمل قبل ما أتكلم ساعدتك في القصة دي لازم فيه كده نوتس جميل قوي قريته في بعض البحثين الأمريكيين الأمريكان قالوا إن إيه عملوا رصد عن طريق الليزر الحساس للرزاز اللي طالع من الفم أثناء الكلام ركزي بقى في القصة اللي هقولها دي لأنها دي ملخص موضوع طرق انتشار الفيروس ما بين الناس اللي نساء سمشغلها بالها منها وإحنا بنحب الرغل يعني مش شعوب المتكلمة جدا بالضبط فرصدوا عن طريق استخدام الليزر الحساس كمية الرزاز اللي بتطلع في الدقيقة فوجدوا إن على الأقل بيطلع ألف رزاز في الدقيقة حاملة الفيروس كورونا لو واحد مصاب يا ساتر يا رب تمام ولو زاد صوته وحدة الصوت زادت عن المعدل الطبيعي يزيد لمية ألف طب سانية واحدة احنا بنتكلم على بحثين أمريكيين فأكيد عملوا يعينة البحث على مواطنين أمريكيين هم الكصة كلها استخدموا الليزر الحساس ورصدوا الرزاز اللي طالع أثناء الكلام بس شوفي الهدف بشكل عام ملهاش علاقة يعني الناس بتتكلم أكتر أو بتتكلم أقل بالضبط أنا بقى لها علاقة بمين بالمصاب أيوة فتخيل حضرتك قاعدين في مكان مغلق وإحنا عندنا بنحب نتكلم كتير فعلا والصوت بتاعنا عالي شوية في بعض المصالح الحكومية أو أي مكان آخر ولقتي على الأقل في الدقيقة بيطلع ألف رزاز في الدقيقة لو صوت عادي طب عايزين نخلي بقى صوتنا عالي شوية هيطلع أمية ألف على فكرة دي حاجة مقلقة حتى لو ما فيش فيروس بالضبط بالضبط شوفي بقى الكمان اللي موجود إيه وجدوا أن كمية الرزاز اللي موجودة دي بتفضل في الميديا نفسها من 10 إلى 15 دقيقة يعني أنا بطلت كلام معاك بس عادنا نزعق مع بعض أو نتكلم مع بعض بصورة كبيرة شوية ووصل الرزاز قاعد في الميديا اللي احنا تكلمنا فيها دي من 10 إلى 15 دقيقة إيه رأيك في طرق الانتشار؟ آه لا دا حضرتك بتكلم علىها نكزي في الحيطة دي حضرتك دا اللي بيوضح إن الأماكن المغلقة في منطقة الخطورة في انتشار الفيروس إزاي؟ طبعا لما يطلع ألف رزاز في الدقيقة الوحدة ويقعد في الميديا اللي احنا عاديين فيها من 10 إلى 15 دقيقة الورقة البحثية دي صدرت من أذن؟ صدرت من حوالي أسبوع كده آه دي حديثة تماما آه دي حديثة ألس هل دا من العوامل اللي خلت وزيرة الصحة تبتدي إن هي تأكد على موضوع الكمامة كمان؟ طبعا بصراحة وزيرة الصحة عاملة مجهود مش طبيعي دي رقم واحد في توصيل معلومات أول بأول لسادة الموطنين وإرشادهم لكن لا أنا عايزة يعني عايزين نوصل بس في حتة في خلال الحديث مع حضرتك إن أنتو مش قادرين تصوروا قد إيه زي ما قالت الدكتورة هالة زايد على موضوع الكمامة طب إفريد إن إحنا عادي أنا أنا بتكلم آه برحتي وحضرتك بتكلمك كوي برحتي بس لابسين كماماتي وفي مكان حتى ما هيقلل على الأقل نسبة الانتشار بصورة كبيرة طب أنا بني وبينك في مسافة يعني الرزاز قوي آه صح يعني الرزاز بعيد آه تمام كل واحد ياخد الرزاز بتاعه ونحيته طبعا فالكصة كلها هي دي تفسير إزيادة الانتشار العدوى في الأماكن المغلقة فلو ارتدينا فعلا الكمامات بصورة واضحة قوي مع اتخاذ البعد الاجتماع أو عدم التواجد في أماكن مزدحمة هيقدي إلى تقليل نسبة الإصابة في فيروس كورونا طيب في ناس كتير كانت في بداية كورونا اللي فاتت معسكر كده كان واخد بنظرية المؤامرة كورونا في حتة تانية خالص وبتدوا يتكلموا حتى في النحية الصحية وقعدوا يقولوا أن الكمامة دي خطر جدا لأن هي بتخليك تتنفس لو أنت تعبان فأنت بتتنفس تاني نفس التعبان اللي أنت طلعته وبتخليك وحتضع في جهاز المناعة لأنك مش عارف تستنشق الهوى بعمق لو أنت من غير الكمامة وبتدوا يشككوا في أنه في هدف خبيث من وراء ارتداء هذه الكمامة علشان يعني توقع المناعة بتاعت البني أدمين أو تثير الزعر والخوف فبالتالي الشعوب تخضع لحكامها ويعني مشوا في اتجاه كده دخلوا الطبي في بص حضرتك هم ممكن يكون بيدوا أبليكيشن لساعدتك في الكلام بس ممكن يكون نتفهم بصورة مش صح احتمال أنا هوضح صورة ياريت احنا عايزين نعرف رأي الطب والعلم بالضبط بالضبط أولا الكمامات طبعا على قد ما هي مفيدة لازم نتأكد من المواد اللي موجودة فيها يعني ما جيش مثلا سبغة معينة واحد اربعة عشرين ساعة حطيتها على النوز بتاعته والموز والجهاز التنفس يبقى طبعا من الصح السبغة الموجودة يعني فيه بيطلع اسود وازرق هل ده فيه سبغة ولا لا ده مهم أهم حاجة حضرتك طبعا بتتكلم عن الكمامة القماش بالكمامة اللي هي الطبية اللي هي مصنوعة صح والماتيريا اللي فيها ما تضرش جهاز التنفسي لكن من ناحية الاقتصادية ناس كتير متقدرش على الكمامة الطبية ما قلناش لأ بس على الاقل يكون فيها مواصفات طبية صح اللي عايز اوصل لحضرتك اللي قادي هو الكمامات دي استخدامها ازاي انا دلوقتي بشوف ناس كتير اكبر عربية لوحدها واللبس الكمامة دي لأ ملوش لازم ما فيش حد دقيت جنبك بتلبس كمامة ليه ناس ماشية في الشارع قبن خالص والشارع ما فيش ناس كتير وماشي لبس الكمامة لبسها ليه ما هو برضو فيه استخدامات ومنستغل البرامج بتاعتك علشان بس نوضح سادة المشاهدين الرأي الطب فيها ايه لا انا هلبس الكمامة في الاماكن المشكوك فيها اماكن فيها زحمة اوكي اماكن حاسن التهوية فيها مش كويسة يعني المترو او محطة المترو او اي مكان مغلق دخلنا صيدلية دخلنا محل دخلنا مكان مغلق الكمامة فيه لكن افريدة انا ماشي في اوبن اريا مكان واسع مكان مفوش والاسنسيرات لانه فيه ناس بتنسى وهي دخل الاسنسير ان هي لا اسنسيرات دي لها موال تاني عن طريق تلامس برضو فمتال مش صح لان برضو الموضوع مش موضوع التنفس بس فعاللسطح نفسها لازم برضو نتم تعاكمها وده ليه كلام تاني وليه موضوع تاني خالص لكن انا بكلم حضرتك دلوقتي على ام ترتدي الكمامة الكمامة تتنبس لما يكون فيه اماكن مزدحمة الاماكن مزدحمة دي البسها فيه طب انا شايف ان الدنيا اوبن وكويسة لا مش هلبس الكمامة لبسها ليه لان برضو اللبس الكمامة بصورة مستمرة موصحها اوي واثناء ممارسة الرياضة لانه فيه ناس بتبتديوا تروح الجيم احنا قلنا طبعا انه الجيم يعني صلاة الجيم فتحت ولكن برضو مع حضور ما يبقاش فيه كثافة في الحضور اللي احتفاظ بالخمسة وعشرين في المية بص حضرتك انا بدي نصيحة وكل واحد حر ايه احنا عايزين يعرف برضو بص حضرتك انا للاحية الجيم خصوصا طبعا ده شيء جامل جدا ممارسة الرياضة عشان تقويت جهاز المناعة والحاجات اللي احنا دايما بننبه لها لكن فيه مشكلة ما جيش انا ما التزمش بالخمسة وعشرين في المية وحطت بقى مكسب اصلا فبالتالي ما بصش للمكسب اللي داخل للمكان اللي بيمرس في الرياضة وهدور الناس كتير ان كورونا ملهاش ممكن تبقى شخص مش بين عليه اي علامات حامل الفيروس وقاعد يدي لده ويدحك مع دهوت ويتكلم مع دهوت ويمسك ادوات ترياضة معينة ونفس القصة اللي موجود يحصل انتشار مع واحد مقاومته قليلة او واحد داخل على 60 سنة وعايز يحس لسه بشباب وبيدخل الجيم وناس كتيرا وده شيء جميل طبعا هم اللي هيتضروا في الحالة دي مع القصة كلها يبقى حضرتك تنصح اللي بيمتعود يروح الجيم في الفترة الحساسة دي اللي احنا بنتكلم فيها يعمل ايه بل ايه البديل بتاع الجيم عشان يلعب رياضة يتأكد ان فيه عدد محدود موجود ما يبقاش فيها اوبر مشكلة ايه يعني يروح الجيم مش عطا خالص تاني حاجة استخدام الكحول اللي طبعا موجود معاه على طول بصورة مستمرة في الاماكن اللي بيمسك فيها الجهاز نفسه اوكي بعد حتى ما يستخدم الجهاز لازم يحط تالت حاجة الكمامة لو فيه كذا واحد جنب بعضهم يلبس الكمامة بس اثناء ممارسة الرياضة ما ينفعش هلبس كمامة هلبسها ازاي عشان النفس لان الاكسجين اللي داخل انا محتاجه اكتر طبعا فده مش صح طبعا يعني هو كده كده هيتطر يبقى يدخل الجيم وبعدين عايز اقول لحضرتك حاجة احنا يعني هنخسر ايه الايام اللي جاية ايام مش معلومة المظهر خالص احنا بندى تعليماتنا وبندى الموجة اللي جاية عاملة ازاي واشكالها ماشية ازاي وعليك الاختيار يلبس كمامة ولا لا لا هو احنا بندى النصايح والمواطن بقى ان شاء الله بده يعني ان شاء الله يكون ملتزم بسامع الكلام اللي بنقوله طيب نرجع للكمامة القماش لانه طبعا يعني في ناس مترانية تستخدمها او بترتاح فيها لانه بتحس انها مش عارفة تاخد نفسة كويس في الكمامة الطبية ايه المواصفات اللي لازم تكون متوفرة في الكمامة القماش اهم حاجة في الكمامة القماش هي السبغة اه السبغة ماكنش كل مخسلة هتنزل له ده من الصح اه اوكي انا بتكلم عن السبغة السبغة دي مادة ايه اه مادة كيموية برافعليك هل ينفع مادة كومية قاعدة شمي في 14 ساعة ايوه رد عليه لا طب خلاص كده يبقى دي حاجة مفهومة اي حاجة مش عايزة اي يعني تعليمات من حد اي مادة هتلاقيها بتنزل مع المياه في الغسيل اعرف ان دي فيها سبغة جامدة غلط عليك اوكي اوكي طيب حضرتك ذكرت انه كان فيه ارتفاع في الاصابات الفترة اللي فاتت قبلها كان ابتدى يبقى فيه انخفاض في الاصابات ايه اللي خلل يحصل حالة الارتفاع دي الاصابات قالت بصورة مش لا ده بصورة مجهود جامد جدا من وزارة الصحة والطقم الطب الموجود طبعا مستشبهات الحميات او غيرها طبعا لان الحمد لله نشكر ربنا احنا من الناس اللي نجحنا كويس جدا 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 في القضاء على فيروس كورونا والنتيجة كانت واضحة جدا الايام اللي فات ممكن نتكلم عن دور مستشفى الحميات برضو لحضرتك يعني بتدرها ايه الاجراءات ايه اللي اتخذتوها ايه اللي كنتوا بتعملوه المجهودات اللي كنتوا بتعملوها لاحتواء هذه الازمة طبعا كانت ازمة يعني المعالم بتاعتك كانت اسي علينا كلنا كطقم طبي طبعا لكن المجهود اللي قامت بيه وزارة الصحة والدكتورة هيلازايد والطقم الطبي كله الخاص بيها لا كان مجهود مش طبيعي خالص في مقامة فيروس كورونا والانشادات والمتابعة اليومية 24 ساعة طوارئ لا كان مجهود مش طبيعي المستشفى السرير بتاعتها وفيه بعض التجديدات اللي حصلت جواه المستشفىات الحميات على مستوى الجمهورية كلها بعد الجائحة نفسها واحنا دلوقتي متمرنين تماما على مواجهة اي فيروس يدخل اللي هي بقى الخبرة العملية الخبرة بقى خلاص بقت موجودة لان محدش يقدر يقول كلنا اتفجأنا العالم كله سواء كان اوروبي او عربي فجأ بالفيروس كورونا ما تقوليش ان ده كان حاجة متوقعة لما جات في الاول اكبر مثال الولايات المتحدة الامريكية وحجم الاصابات الرهيب اللي بيزيد فيها يوميا وعندك اسبانيا وايطاليا لما عدوا بالازمة فهي فعلا كانت مفاجأة كانت مفاجأة على كله الحمد لله ننجح بالمنظر ده لا ده شيء جميل جدا صحيح يعني بجد ريكورد ونظام صحة العالمية اتشدد بالموجود لان ميت ومصر في مواجهة فيروس كورونا لا هايل هايل طيب خلينا كمان نتكلم اكتر بقى عن تعقيم المنازل يعني خلينا نقول انه احنا عارفين ان المؤسسات سواء المستشفيات او المؤسسات العامة بيبقى فيه فريق بيعقم الاماكن بشكل يومي لكن انا في بيتي كمان حتى لو انا عادة مع اهلي وما بستقبلش تجوف بس انا محتاجة برضو ان انا اعقم البيت بشكل عام لانه احنا بنمسك حاجات برضو في بيتنا وبنغسل ادينا وكل حاجة اساليب التعقيم الصحيحة ايه للمنازل اهم حاجة التعقيم اللي هتكلم عليه بيوت الدكاتر بيوت الدكاتر بيستقبل امراض كورونا وجميع المستشفيات ما كل ما في الاول ما بقاش عارف عنه ايه طبعا الطبيب طبعا لازم يدخل اول حاجة الشوز نفسه يتحط على الباب ما يدخش بالشقة خالص تاني حاجة التعقيم يدخل كده زي ما هو اللبس ياريت اللبس يدخل المخسلة يوميا وياخد الشوار بتاعه ويخرج يبقى كده الدنيا بقت كويسة يبتدي بقى يتعامل مع اسرته ده اهم حاجة في القصة بالنسبة لطقم الدكاتر تاني حاجة المواطنين العاديين بقى اللي هو بيشتغل في منطقة او في مكان حكومي بيبقى فيه ازدحام يومي نفس اللي انا قلت عليه زائد الاجراءات الاحترازية في التباعد لحد لما تبان الموجة ماشي ازاي بمعنى ايه ما كنش كل شوية قاعد البوس والقبلات مع الاحفاد ومع الام ومع الاب وخاصة كبار السن لانهم اكبر ناس يتحطرهم برواز في الاصابة في فيروس كورونا ما بيستحملوش بجد يعني نسبة الوفيات اصلا ما تبقاش في اليونج ايش بتبقى في الناس الكبار في السن اللي عدوا 60 سنة والخمسة و60 سنة هو فيه شباب بالفعل كمان كان من نسبة الوفيات ولكن مش بنسبة نسبة للكبار نسبة يعني محدودة يعني ما بقاش نسبة الكبار هي الاكتر طبعا طيب خلينا نتكلم برضو يعني هل حضرتك بقى يعني في حياتك اليومية بتتصرف برضو اول ما بتدخل البيت بتسيب الحزاء خارج المنزل يعني حضرتك بتلتزم جدا بالاجراءات دي في حياتك والله يا حضرتك يا مش بلتزم هي الاسرة نفسها بتلتزم بي دخلت كده اوتوماتيك ايوا ايه لا حد تخش هي الاسرة نفسها خايفة طبعا بحاجة طبيعية وشيء طبيعي ليهم طبعا عايزين نتكلم اكتر بقى عن الجيش الابيض الوطني يعني عايزين نتكلم عن دور الاطباء ودور طاقم التمريض البطولي في الفترة اللي فاتت في مكافحة فيروس كورونا ولزال الدور قائم يعني عايزين نتكلم عن مجهودتهم في مكافحة هذا الفيروس والتعامل معه والله وجود طبيب في الاماكن اللي هي مشتبهة فيها وجود فيروس كورونا ده شيء لوحده يعني اعتبر كفاح كويس جدا والحمد لله كل شعور داخلي منا ان احنا عايزين نحمي وطننا ونحمي أسرتنا ونشخص بدري قوي لنتشخيص بدري فيروس كورونا بيمنع كوروس كتير قوي والتشخيص المبكر لأي حالة بتمنع انتشاره لحالات أخرى يعني انا لو جي واحد مثلا سي عنده شوية صداع وقلم جامد في الجسم وما فيش أي علامات ولا في علامات تنفسية ولا في جهاز الهضم وانا شخصته بمسحة بي سي آر وطلع باستر ما انا حاميت ناس كتير هو مش باين عليه حاجة بس حاميت ناس كتير حاميت ناس كتير ان هو ينقلهم الفيروس ممكن يكون لو جالوا هيحصلوا مضاعفات قد تقدر كوارس الموت يعني لس كبار في السنة سعر المسحة هل هو متاح للجميع يعني اقتصاديا والله في مستشفى الحميات احنا الأردر بتاعنا لو انت شكك في أي حالة اعمل مسحة من مكتب الوزارة نفسه فيش حاجة اسمها لا اعمل مسحة للمخالط او اللي انت شكك ان يكون عنده فيروس كورونا الاصابة بيه لا بنعمل مسحة بسهولة ده أردر جاي من مكتب الوزارة نفسه تمام هل في الفترة اللي تراجع فيها عدد الاصابات نتيجة طبعا يعني السياسة السليمة والخطوات الاستباقية اللي قامت بيها وزارة الصحة والدولة المصرية لمواجهة الفيروس هل وصل فعلا في المستشفى عند حضرتك درجة الاصابات للصفر ولا انتو مرتحتوش أبدا ولا لحظة لا ارتحنا كتير يعني احنا عادنا تقريبا 3-4 شهر مفيش حدد كتير وكانت معدودة بس ابتدت تزيد وده كان متوقع عادي يعني يعني بتدت تزيد في الاعداد والأيام دي فعلا بتزيد نتيجة بقى التقس المناسب لنمو الفيروس الفيروس بينشط فيه التقس البارد وعشان كده بلاده الاوروبية كلها أصابت جامد احنا خايفين من أني شهر ديسمبر يناير فبراير طب خايفين منهم ليه ليه أصلا الجهاز التنفسي والأزامات الربوية والاتهاب الرئوي بيزيد في شهر ديسمبر ويناير فبراير ده الموسم يعني ده الموسم ده نزل فيروسية العادية وده هنتكلم عليها ازاي نخلي بالنا منها يعني فوجود الفيروس كورونا في هذه الأيام مع هذه الشهور هو ده اللي ربنا يسهل فيه ونقدر يعني نعمل مجهود ان شاء الله ضده يعني طب حكاية ديسمبر ويناير فبراير نقدر نوجه لسادة المواطنين ازاي يتغلبوا او ازاي يخلي بالهم الفرانزة العادية المصل مصل الفرانزة مهم جدا جدا لبعض الناس اللي ما عندهمش حصية للبيض لان اللي عنده حصية للبيض وياخد المصل ده اللي مش صح الناس اللي هي ما عندهش حصية للبيض وعندهم كل سنة بيجي لهم نزلات فيروسية عادية لا ياخدوا المصل بسرعة طب ليه توقع حضرتك لو فيروس الفرانزة العادي وجي معاه فيروس كورونا في نفس الوقت ما هو جهاز المناعة بقى يعني ده هيخفف شوية يعني وجود الفاكسين اللي هو واخده هيخفف من وطقة الفرانزة العادية اللي هي جروب ايه وجروب بيه لكن الكورونا مع النازل الفيروسية الفرانزة العادية هيبقى فيه كارسة جامدة جدا عن صحت الانسان نفسي طيب يعني خلينا بعيدا عن المؤتمرات الرسمية للدولة لان دي بتكون يعني مهمة او عاجلة ما ينفعش تؤجل لكن لو فيه مثلا مؤتمرات خاصة لمؤسسات خاصة حضرتك تنصحهم بان هم مثلا تتوقف هذه النشاطات الفترة دي اللي هي زي ما حضرتك قلت ديسمبر ويناير وفبراير ولا اوكي يبقى فيه مؤتمرات وفيه قاعات بيتم فيه مؤتمرات ولكن ما عدد محدود وكمامات وتبعد بص حضرتك لو هنتكلم بالصورة بتاعت ساعتك في الاول ايه رأيك انه ممكن ينلغي ولا فيه اقتصاد ولا فيه عمل هيتقام ولا فيه حياة صح ولا غلط لازم نتماشى مع الظروف اللي احنا فيها مع اجراءات احترازية موجودة زي ما سات الرجل بنشوفه الكمامة موجودة تبعد ما بين الكرسي والاخر اجراءات احترازية سليمة نعمل اللي مشكوك فيه هو داخل حرطه عالية ممنوع يدخل هنلاقي لازم الدنيا تمشي مرحلة التعايش لازم الدنيا تمشي التعايش لازم يتم صح لكن بوجود اجراءات احترازية سليمة وناس فهمة بتعمل ايه الدنيا هتبه زي الفل ايه التوقيت اللي اخد فيه مصل الانفلونزا اللي احنا فيه دلوقتي من دلوقتي الناس تبدأ من دلوقتي اللي حد شهر يناير اللي حداشهر ده دلوقتي في اي بي للتأخذ المصل اللقاح بتاع الفلونزا جروب اي و جروب بي بس مع التأكيد طبعا انه اللي عنده برده قريدي عشان بس فيه ناس ما يتبقاش عندها برده و ريح هتاخدوا أثناء من البرد ما هبكتش بقى عنده نازلة فيروسية ريح اقول لا نازلة فيروسية تخف من هنا والأعراض تروح ابتدي تاخد الفاكسين ومع مين مع ناس كمان ريسك فاكتور يعني الناس اللي عندها حسية صدر مزمنة الناس اللي عندها سي او بيدين سيد رائوي الناس اللي عندها امراض مزمنة يستحسن تاخد المصلة عشان يحميها من جهاز المناعة بيبقى فيه خلال شبا يعني خلينا نقول لأي ظرف ايان كان لو حد ما بدأش ياخد المصلة من دلوقتي يعني لحد شعري كام انا ممكن اخد مصل الانفلونزا ويبقى ايفكتف اتناشر بكتير اه اخر احداشر بقى اتناشر اه يعني ومجبو بادي من عشر عشر و احداشر وبداية اتناشر وخلاص بقى هو ده الوقت اللي انت لازم تاخده فيه طيب ده بيبقى موجود في الصيداليات وموجود في فاكسيرا الافضل نتاجه فين فاكسيرا فاكسيرا على طول ليه بقى طرق التخزين الصلاحية اللي ما اضمنش طبعا سيدلات الفل ما قلناش لا او ناس محترمة جدا لكن انا يعني اضمن شوية فاكسيرا واحسن تمام خلينا نقول انه احنا مش عايزين برضو اللي يجيلوا شوية برد يتفزع وفجأة يتجامب للكونكلوجين انه هو عنده كورونا فخلينا نقول مثلا ايه الاعراض الفريقة اوي اللي لو جتلي في الوانزة ابقى عارفة ان احنا كده لا ممكن اوي يكون فيه كورونا سؤال جميل اوي بس بقى ركزي في الاجابة اللي هقول فيها اوكي لان السؤال ده دايما كان بيقترح ازاي نفرق ما بين الفوانزة العادية واصابة بكورونا صحيح ربنا ما يوريك الاصابة بكورونا عاملة ازاي حتى لو كانت خفيفة بصي بيدخل في العيادة ومختلفة عن نازلة فيروسية العادية العيان اللي داخل بيبقى شكله كده همدان اوي همدان اوي وحست طبعا تزاوك والشم مش مهجودة صداع بيكلمك بالعافية وما فيش عارات تنفسية ولا في الجهاز الهضمي وفيش مشاكل يعني فيش مضاعفات جامدة وتلاقيه هزي هزي يعني همدان اوي ادي له العلاج بياخد وقت يعني معروف كده نازلة فيروسية يوم يومين وتلاقي العيان لا يا دكتور انا احسن وبايت زي الفل لا الكورونا مش كده الكورونا حتى لو ملايش مضاعفات وشوية حرارة موجودة عندك ولو بسيطة شكلك همدان مش قادر تتكلم مش قادر تعمل اي مجهود انا ما بشير مش كويس ولا بستطعم يا دكتور ما انا مش قادر اقوم باي مجهود هو ده وحسة بتاخدي منه الكلام بالعافية مع العلم ما فيش مضاعفات لكن هي دي الكورونا الشكل العام الاولي بتاع نازلة فيروسية سيبك بقى فيروسية نازلة وفرازات نازلة وفي نفس الوقت شوية صداع ويسمه همدان تديره العلاق تاني يوم تاني يوم تاني يوم لا ده انا بايت فل يا دكتور ده الحمد لله زي الفل ده من ناحية مين من ناحية الكشف الطب الاولي طيب انا عايز دلوقتي افرق افرق ازاي لا انا هبتدأ اعمل تحاليل فيه طبعا ورغم انا بقول فيه بعض التحاليل بتطلع مش مشا مع العيان شوية يعني بمعنى ايه ان عملوا صورة دم معادية وعملوا CRB وSGBT وSGOT مبدأي ساعد بعض الناس في البداية بيبقوا الانزمات عالية وفي نفس الوقت CRB عالي قوي وخاصة كبار السن يخلي بالهم كبير السن ما تسيبوش يمشي اعملوا التحاليل دي مهمة قوي اللي هي صورة الدم والCRB والSGBT والSGOT كبار السن سيبك مليانج اللي هم الشباب الصغير ده حتى مش هيبه فيها مضاعفات بس كبير السن كل مكان التشخيص بدري كل مكان اللي افادة ليه اكتر بكتير بمعنى ايه انا لما اجي عمله صورة دم معادية ولاقي كرات الدم البدا واطي قوي واطي بصورة ملحوظة يعني وكمان CRB بتاعته عالية قوي والSGBT والSGOT بتاعه عالي ده كده اندكيشن كده لوحده اه ده غالبا هيبقى كرونا كمان هو مسلا بيشتكي من سكر تلاقي الديابي البلد شجر بتاعه ضرب جامد قوي في نفس الوقت لأ ده 90% ده ايه 90% ده كورونا تعال بقى يا باشا نحطه تحت الملاحظة عايز بقى اقول لحضرتك حتة مهمة قوي المريض ده اللي هم اكبر في السن ساعات بيبقى فيه اعراض تنفسية وهو مش حاس بيها زي ايه هقولك يقولك سدري طبق عليا انا بنصح مع الناس الكبر في السن اللي عندهم اعراض تنفسية ولو بسيطة يعملوا اشعة مقطعية على السدر كبر في السنة بمعنى فوق سن الستين او بداية فوق الخمسة والخمسين ستين الخمسة والستين سبعين ثمانين لكل لان دولة وجدت انا كلينيكا يعني ان مجرد الاشعاء المقطعية ممكن تغيرات باسولوجية من نتيجة الفيروس كورونا موجودة في السدر مش باينة عليه اه حاجة مستخبية جدا يعني تلاقي ايه مفيش نهجان قوي زي معروف في النومونيا في التاب الرعوي وتلاقي الشكل العام مش ماشي مع الاشعاء نفسها تبص على الاشعاء المقطعية ده فيه علامات من فيروس موجودة فيه لكن الشكل العام بيتكلم ما بينهجش فدي كانت من حاجات الغريبة اللي انا يعني انا بالذاتي شفتها مع البعض المرضى عندي فبالتالي بقول ان الاشعاء المقطعية في كبار السن لو طلبها الطبيب منك يريد تعملها احسن بدري في نهاية اللقاء حضرتك ايه لنصائح العام اللي توجيها لكل المواطنين اللي بيشوفونا دلوعات اول حاجة زي ما قال سادة الوزيرة ارتداء الكمامات ده يوفر على الاقل 70% من شر فيروس وزي ما قلنا في الاول المكانيزم بتاع الرزاز قد ايه زي ما قلت لحضرتك تاني حاجة تباعد الاجتماعي مفيش داعي للمناسبات لان انا زعلان من حاجة مهمة قوي وانا حتى جاي الوقت الكتير او في الكليات او الاماكن المزح مش لابسين كمامات خالص لان الناس نسيت ان في حاجة اسمها فيروس كورونا بس مش عايزين يعني مش عايزين ندخل في جائحة عشان نقول لا احنا من دلوقتي يا جماعة يا جماعة التباعد الاجتماعي يا جماعة المطاهرات وهسير للأي زي ما ساعدتك قلت من شوية تالت حاجة الكمامات ارتداءها في الاماكن المزدعمة مش 24 ساعة في الاماكن اللي انت تحس ان انت ممكن بيجيلك فيها اهم من ده كله بقى مفيش جاعي للمناسبات اللي ايه بيشوفناها كتير قوي في السوشيال ميديا مش عايزين نذكر بقى اللي حصل اللي هي المناسبات الترفيهية اللي ممكن يقول لها بديل يعني والمهرجانات والكلام اللي من احرك عرفها فطبعا هتقولي لا ما بيحصلش لا بيحصل في مهرجانات بتقوم ياريتني يقللها شوائية التجمعات اللي هي اشوائيات دي الموجودة في الاماكن اللي قالتها سادة الوزيرة من في التصريعات بتاعتها فعلا كلام ده صح اماكن مزدحمة فيها ناس كتير فعلا هما دول بيزودوا عدد الإصابة وبيزودوا عدد الوفيات فلو سمحتوا نخلي بالنا من قفيهات نخلي بالنا في الاماكن اللي فيها الشيشة مدارية نخلي بالنا من الاماكن اللي مشوخ دا بالها خلص ان فيها حاجة اسمها كورونا ارتداء الكمامات دي لازم يرجع من تاني زي ما كنا ماشيين علشان نسبة الإصابة لازم تقل ونضيعش مجهود وزارة صح صحيح المجهود بيضيع عن طريق المواطنين وهو اللي بيزبط نسبة الإصابة المواطنين هتساعدنا فيه احنا بنقوم بمجهود لازم المواطن نفسه يساعد الطاقم الطبي اللي قايم على أجمل وجه واعتقد برضا عشان ما نضيعش كمان مجهود العظيم اللي بيقوم بيدا كاترة يعني خلينا نقول ان انت كمواطن مسؤول لو رحت في كافية لقيتهم بيشربوا شيشة في الدرة تبلغ فورا يعني يتم الاتصال والإبلاغ فورا لبوليس النجدة لانه دي حاجة دي حياتك وحياة اللي حواليك فيعني مش عشان شوية ناس مستهترة أو قلة مستهترة نضيع بقى يعني صحة شعب بأكمله يعني أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا بالدكتور مير الجرحي نقب مدير مستشفى حميات إمبابا وصباحك صباح مشاهدينا فاصل ونرجع بفقرتنا الثانية تابعوني أهلا بحضرتكم من جديد الفقرة اللي حنتكلم عنها دلوقتي فقرة مهمة جدا عن فن يعني يمكن مظلوم شوية هو فن الشعر ومن خلال الشخصية العظيمة اللي حنتكلم عنها دلوقتي حنقدر نعرف أهمية هذا الشعر وقود تأثيره يعني فيه ناس مش متخيلة قد إيه أنه هذا الفن بيأثر في وجدان الشعوب بيكون قد إيه مؤثر بيكون ليه دور كبير جدا في تشكيل الوعي فقرتنا زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم فيها عن شخصية مهمة ومؤثرة برغم رحلها عن يعني دنيانة من حوالي 12 سنة لكن لازالت بتمثل شعف كبير جدا عند كثير من الأجيال في الحقيقة ومن أعمار كمان مختلفة وإحنا هنتكلم عن الشاعر الفلسطيني المؤثر محمود درويش اللي نجح فعلا أنه يكون ملهم لكتاب ونقاد والأجيال شبابية يعني موجودة معانا دلوقتي وهو ده يمكن السبب أو من أحد الأسباب اللي دفع الكاتب الصحفي الأستاذ سيد محمود أنه هو يكتب عنه أكيد في أسباب تانية كمان خلطوا أنه هو يكتب عنه ويعمل بحث عن هذا الشاعر وحياته ويخرج لنا بكتاب جديد اسمه محمود درويش في مصر المتن المجهول عنوان شيق وطبعا ده أثار شغفي جدا وفضولي أن أنا شخصيا عايز أعرف إيه الحكاية بالزبط أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك ومنورنا في صباح الورد يعني إحنا وإحنا بنتكلم عن أنه زي ما بنقول في دكاترة كتير لكن ما فيش مجد يعقوب كتير في علما كتير لكن ما فيش زويل كتير أما بنينا نتكلم عن الشعر الشعر برضو موجودين بكثرة ولكن مش كلهم محمود درويش إيه الأسباب لدفعتك للكتابة عن الشعر الراحل محمود درويش يعني أول سبب أعتقد أنه يعني أنا يعني من قراء محمود درويش يعني كان عندهم زي ما حالك أشارت في المقدمة عندهم اهتمام كبير جدا بمحمود درويش وبشعره والاهتمام الحقيقة ده كان يعني اهتمام قديم شوية من فترة الدراسة الجامعية وكان عندي حظ أن أنا لتقيته وأنا طالب في الجامعة مع مجموعة من الأصدقاء اللي كانوا كلهم يعني مهتمين بالأدب في هذا التوقيت كان في زيارة محمود درويش لمصر فيما كان يسمى وقت زيج بأسبوع فلسطين وده كان حدث كبير جدا كان بيحضروه الرئيس الفلسطيني اللي راحل ياسر عرفات وكان يعني حالة مهمة جدا في هذا التوقيت في داخل مصر والتقينا بيه في الجامعة فأعتقد أنه كان ده لقاء مؤثر جدا ويعني حطت شعره في طريقنا بشكل أو بآخر ثم جاءت فيما بعد مرحلة العمل الصحفي ومن خلال عمل الصحفي التقيته وأجريت معايا حوار يعني من فترة زمنية طويلة جدا وكان من الأشخاص اللي كان يعني حكم شهرته وما كان يمثله بالنسبة للفلسطينيين والمهتمين بقضايا الفلسطينية كان يعني نجم جماهيري كبير يعني فلعا عندما يعني جاءت فرصة اللقاء الأول منحني ثقة كبيرة يعني وتوافرة ظروف أخرى خلتني دايما من المحظوظين بأنه يعني يبقى محل ثقته وفي واحدة من هذه اللقاءات يعني حكالي بشكل موجز جدا يعني أقل من 3-4 دقائق عن أنه كان يعني عاش في مصر شواء يعني تجربته في مصر التجربة بسيطة عاش في مصر سنة من 71 ل72 لآخر 72 ثم سفر إلى لبنان وظل على تعاون يعني مع مؤسس الأهرام في هذا التوقيت زي ما هنحكي بعد كده الحكاية دي هي اللي فتحت بعد كده الطريق قدامي وكان عبر لقاءاتنا اللي كانت يعني موسقة ومنشورة في صحف ومطبوعات عديدة انتبعت إلى هذا الجانب الإنساني لأنه عادة الأشخاص اللي بيكونوا تحت دائرة الضوء زكرياتك ايه عن الصورة اللي قدامنا دلوقتي؟ الصورة دي يمكن وفيه صورة قدمشة يعني الصورة دي كان خلال مشاركة محمود درويش في أول مؤتمر للشعر العربي أقيم في مكتبة القاهرة الكوبرة بوزارة ثقافة تقريباً سنة 96 والصورة يعني اتباد منها قديمة جداً وكان هذا واحد من اللقاءات بس في الوقت ده كان يعني لقاء يعني من محب يعني ما تمكنتش في هذه التو... يعني شاب عنده 18 سنة حيبقى عايز اهتمامات تانية اه بس كانت... احنا وقتها كان مجموعة كلنا مهتمين بالأدب كانت القضاء الفلسطينية واحدة من القضاء الرئيسية في اهتمامات أجيالنا كان حركة طلبية ومهتمين بالنشاط العام كان موضوع القضاء الفلسطينية هو الموضوع الرئيسي يعني لما نيجي حتى نتكلم عن Silk الحركة الطلبية المصرية هنجد انه القضاء الفلسطينية كانت قضاء رئيسية من قضاء الاهتمام الطلاب يعني معظم المظاهرات في الغالب كانت متعلقة بالموقف من الاحتلال الاسرائيلي بدعم القضايا الفلسطينية دي كانت قضية يعني مهمة وشغلانة وبالتالي كان بنلتف حول رموز هذه القضايا وكان محمود درويش هو واحد من رموز هذه القضايا وكان في الايام دي انا بكلم حقيقة من زمان قوي كان في مجلة مهمة كانت اسمها اليوم السابع بتطلع وكان بيكتب فيها باستمرار مجلة اسبوعية فكنا يعني ما كانش عندنا مسافة مع هذا العالم وبالتالي احنا كنا قادرين نميز الخط السياسي نميز الخط الفني ونحس دايما بانه ده موضوع قريب مننا ونقدر نتكلم فيه ونتناول ما كانتش الحاجات بعيدة يعني وده طبعا بحكم المناخ وقتها وحكم دواير الاهتمام كان بالنسبة لنا شعره هو واحد من التفاصيل الحياتنا اليومية يعني اللي كان حتى لما الواحد كان مثلا يبقى مشغول عاطفيا أو مشغول فكريا كان محمود درويش قادر يبقى جوه النسيج بتاع حياتنا اليومية ما كانش بعيدة الأغاني كنا بنسمحها كانت من أشعار محمود درويش المشهد اللي بيكلم حضرتك عليه ده كان فيه مطربة فلسطينية عظيمة اسمها كاماليا جبران كانت بتغني أغانيه في نفس الوقت دوت وهي ما زالت يعني تغني إلى الآن كانت فيه فرقة موجودة جوه أسبوع فلسطين ده يعني الموضوع كله كان محمود درويش وظل طبعا هذا الاهتمام إلى الآن هو واحد من أكتر الناس اللي بتتقري يعني خلينا نتكلم بقى عن كتاب حضرتك محمود درويش في مصر المتن المجهول اختيارك لهذا العنوان ليه؟ بص حضرتك اللي كتب أنا يعني زي ما قلت حاج بحكم هذه المعرفة اللي كانت يعني فيها جزء شخصي هو لما حكي للحكاية دي يعني وعدتوا أن أنا حاول أبحث في هذه الفترة وجمع المقالات اللي كانت مجهولة محمود درويش جيب قرار من الدولة المصرية إلى مصر يعني فيه قصة كده أن الدولة قررت سنة بعد حرب الاستنزاف علشان مصر كانت خارجة من النكسة نبتلك عندنا يبقى الدولة عندها تأثير داخل المجتمع الإسرائيلي وبالذات داخل المجموعة العربية داخل الأراضي المحتلة علشان يحصل هذا التأثير كان لازم يكون فيه البحث عن أيقونات أو رموز داخل المجموعات العربية في الأراضي المحتلة فكان محمود درويش؟ محمود درويش كان لسه شاب وكان عنده 28 سنة في هذا التوقيت 27 سنة وواحد من الأسماء اللي ابتدت تلفت النظر بسبب ما كان يعانيه من الاحتلال الإسرائيلي كل شيء يحبسوه أشعار وبيتم تهربها هو ومجموعة من الشعراء ونالوا هذا المصطلح اللي ظل معاهم طول الوقت اللي هو شعراء الأرض المحتلة ونشرت داري الهلال ومجلة الهلال ديوان لمحمود درويش كان نوع من الدعم الأضايا الفلسطينية لو سيد أحمد باقدين الكاتب العظيم كان على رأس مؤسسة داري الهلفة ذات توقيت فكان مهتم جداً بالأضايا الفلسطينية كجزء من اهتمامه بالأضايا القومية العربية فكان محمود درويش بالنسبة لعدد كبير جداً من المثقفين فأثناء فترة الاستنزاف نجمة كبيرة واتخذت الدولة في لحظة ما قرار بأن محمود درويش يأتي إلى مصر لأنه كان بيعيش في موسكو وما كانش كان فيه مخاوف من عودته مرة أخرى إلى حيفا وإلى الأراضي المحتلة فاحتضنته الدولة المصرية احتضان كامل وهناك من يتحدث أصلاً عن حتى فرصة للقاء سري جمعه بالرئيس جمال عبد النصر وهذا أمر يعني غير مؤكد لكن بفضل سفير مصر في موسكو في هذا التوقيت الدكتور مولاد غالب تم ترتيب فرصة لحضور محمود درويش إلى مصر عندما جاء إلى مصر كان برعاية الأستاذ أحمد بها الدين ثم انتقلت هزير رعاية في ظروف أخرى إلى الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل وتم تنظيم فرصة لعمل محمود درويش داخل مؤسسة الأهرام وكان عندما جاء كان هناك حديث أيضاً عن عمله في إزاعة صوت العرب لدرجة أنه لما وصل مطار القاهرة يعني حضرتك برضو بتتكلم أنه جزء كبير من حضوره وتأثيره الطاغي ما كانش جزء أساسي وتأثيره في وجدان العديد هو دعم الدولة المصرية يعني من كلام حضرتك لأنه هو تم دعمه صحفياً وإعلامياً ووفرت له بيئة يعني تظهر فيك كاريزمة بتاعته بالزبط كده هو ده الموضوع الموضوع الكتاب بيقول ببساطة أنه كل من اللذينما كتبوا سيرة محمود درويش حتى على صعيد فني محمود درويش بيقسموا حياته في التجربة الشعرية بمرحلة الأراضي المحتلة فجوة يعني فجوة كذا زمنية غير واضحة بيروت ثم خروجه من بيروت بعد الاكتاح الإسرائيلي سنة 82 ثم ذهابه إلى تونس ثم إلى باريس ثم عودته مرة أخرى للحياة بين رمالة وعمان في السلوات الأخيرة فترة القاهرة دي هي لأنها فترة كانت صغيرة نسبياً أولي سنتين ونص يمكن أقل كمان الفترة دي لم تكن المادة اللي أنتجه محمود درويش فنياً متوفرة مقالاته الصحفية وهو كان جاء إلى مصر وعمل لصحفهم في مؤسسة الأهرام لفترة طويلة أو بالأدق كان خبيراً في الشؤون الإسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات المؤسسة المهمة دلوقتي نحن بنتكلم في الفترة من 71 إلى 73 بالزبط كده هو محمود درويش خرج من مصر في نهاية 72 أو في النصف التاني من 72 يعني وذهب إلى بيروت للعمل في مؤسسة بحسية فلسطينية كانت تشدر مجلة مهمة في الشؤون في مصر من الفترة فترة إقامته في مصر تكون هي فترة إقامته في مصر كده محدودة جداً مش كده ده لي علاقة أصلاً بتغيرات سياسية يعني كانت الفكرة أنه كان أنه انعقد في 72 المجلس الوطني الفلسطيني أول مرة في القاهرة فمحمود درويش التقى لأول مرة بالمجموعة الرئيسية الفاعلة في المجلس الوطني الفلسطيني الرئيس عرفات وكل من كان حاوله في منظمة التحرير الفلسطينية في هذا التوقيت فوجد عرض للتعاون مع المؤسسة الفلسطينية اللي كانت بتقود مرحلة النضال للسياسي ضد إسرائيل وبالتالي وجد عرض للعمل في بيروت كمان بيروت في هذا التوقيت كانت بيئة شعرية متكاملة ومنفتحة أكتر الخط السياسي في مصر كان ابتدى يشهد بعض التغيرات فهو كان جاء بترتيب مع الرئيس جمال عبد الناصر أو من خلال مراد غالب مع رئيس جمال عبد الناصر الذين احتضنوا تجربته في لحظة البدايات كانوا بيعيشوا ظرف السياسي الصعب كانوا في صراع سياسي مع الرئيس السادات في هذا التوقيت بعد ما سمي بأحداث 1571 فالمشهد ابتدى يبقى مرتبك بالنسبة له الأستاذ هيكا اللي كان ساب فيما بعد ساب مؤسسة الأهرام فيما بعد ذلك بفترة العرض اللي كان في بيروت بالنسبة له كان عرض أكثر إغراءا على صعيد تجربة الكتابة إيه الجوانب اللي حضرتك تطرقت لها في هذا الكتاب هل حضرتك ركزت فقط على الجانب الفني والمهني ولا الجانب الشخصي والإنساني ولا فيه توليفة كده معينة ممكن نقول إن فيه توليفة الخط الأساسي للكتاب أصلا ولد هذا الموضوع عندما فكرت في الذكرى العشيلر الرحيل أن أكتب عن هذه التجربة التي لم كان كل ما ينشر عنها غائم وغير دقيق حضرتك قعد سنتين في هذا البحث لا هو الحقيقة نشر سنة 2010 ملف مجلة الأهرام العربي حصلت على تفرق واتفقت مع رئيس تحريري الصديق العزيز جمال الكيشكي نحن نعمل تحقيق استقصائي طويل عادة السحفة الاستقصائية ما بتشتغلش على الأدب أو يعني إلا فيما نظر يعني فتحمس جدا للفكرة وحكم وجودي في مؤسسة الأهرام قررت أن أبدأ البحث داخل أشياء في مؤسسة الأهرام فعثرت على بعض الوسائق منها قررت عينه في الأهرام مرتق الفلوس اللي كان بيأخدها قررت بدل السفر وغير ذلك من الأمور الإجرائية اللي كانت مسيرة بالنسبة لي طيب عندنا مادة عايزين نعمل لها جسم فبتدت رحلة البحث في الأرشيفات ثم اللقاء مع الأشخاص اللي لزين ألتقى بيوم في هذا التوقيت نتكلم عن سنوات بعيدة جدا يعني حضرتك بتتكلم عن مشروع بدأت فيه من 2010 بزبت والكتاب لسه نازل دلوقتي الحقيقة الكتاب هو بعد ما الموضوع الصحفي نشر حصلت على جهزة دبي للصحافة العربية وكانت يعني البرنامج هنا شرفني بالاستضافة مع أصدقاء من الذين حصلوا على الجهزة في هذا العام الناس اللي قرأت التحقيل الصحفي وكانت المجلة خصصت له يعني تقريبا عدد خاص ممكن تاني مرة في تاريخ هتحط شخصية أدبية على الغلاف فيه الأصدقاء العزاء المهتمين بسرية محمود داريس سواء النقاد أو صحفيين كانوا دايما بيسألوا طب ليه ما بتعملوش كتاب طب بقى عندي أسئلة بتتعرى الموضوع تاني بقى حسيت أن فيه محتاجات المساحات بحاجة إلى تطوير ثم جاءت الكورونا وكانت مشكلة تلوقت مشكلة الوقت الواحد بيشتهل تحت ضغط الوقت الكورونا وفرت وقت طويل جدا عجلت بأنه عجلت صديق العزيز الإعلامي الكبير عمر خفاجة كان دايما بيسأل وبيضغط عليه علشان أنجز الكتاب فأنجزت الكتاب بدغوط وإلحاح الأصدقاء ولأنه خلاص توفر الوقت بجرعات أكبر فبتدنا متفرغين مجهود كبير وعظيم وعلى مدار سنوات عندك هدف ما تخلتش عنه إيه الوثائق والمقالات اللي بتنشر الأول مرة فيه هذا الكتاب محمود درويش محمود درويش طبعا بالإضافة لأنه شعر استثنائي وفاز في تاريخ البشرية هو أيضا من كتاب النثر العزام يعني عنده كتب نثرية في تأدير لا تقل أهمية أبدا عن إنتاجه الشعر لاحظت أنه في هذه الكتب النثرية لم يعيد نشر أبدا ما كتبه خلال وجوده في مصر فبقى عندي سؤال الرجل اللي قاعد في مصر كبش غال صحفي كتب إيه وكتبوا فين كتبوا إزاي فأثناء البحث يعني لمدة أربع خمس شهور في الأرشفات وجدت بعض المقالات رجعت قريت كتب وكلها وقارنت هذه المقالات بهذه الكتب فوجدت أنه لم ينشرها فبتدت عملها عملت توسيق تطقيق في الأسماء بعض الأحداث وحيانا كان بعض المقالات بيكون تعليق على الأحداث ما كنتش متحيز غصبة عنك نتيجة أنت بتحبه لأنه ممكن لأنه برضو في الآخر احنا عايزين نقول يمكن كان في الدراما ابتدى بيزهر نقد بأنه دايما الشخصيات اللي هي الوطنية مثلا بيتم تصويرها في الحياة في الحياة الشخصية بمنتهى النسالية قالك لأ ما فيش حاجة اسمعك كده احنا في الآخر بشر توليفة البشر وخلينا نقول أنه فيه أسامي كبيرة مثلا ممكن تقابلها وتبقى عشقة فنها أو منتج بتاعها لكن بتتصدم لما بتقابلهم شخصيا أو بتكتشف فيهم حاجات أنت ما كنتش متخيلها فإزاي قدرت تتحافظ على الموضوعية أثناء تناول هذه السيرة لهذا الشخص اللي بالفعل أنت من عشاءه يعني من حزن حظة أنا درس تاريخ يعني دراست الأساسية هي التاريخ وتعلمت من التاريخ هي فكرة السؤال الزاكي بتاع حضرتك ده المسافة مع الشخصية أنه فيه مسافة يعني مثلا حتى تجربة توجوده في مصر أياما كان موجود في مصر فيه ناس كتير قوي شعراء مصريين وشخصيات عامة ما كانتش مرتاح لهذا الوجود نظرا لأنه بدأ لناس كتير أنه يعني فيه مدلل من الدولة تحت رعاية الدولة تعرف المثقفين والمبدعين الموضوع ده يعني يبقى بالنسبة لهم موضوع مزعج شوية فحتى ده موجود في الكتاب يعني موجود تفسير الناس للموضوع يعني حاولت تشوف حتى على صعيد فني إحنا بدأنا بأنه رأيي وده مكتوب في مقدمة الكتاب أنه محمود ده ليش صناعة مصرية مش بمعنى أنه الدولة صنعته لأ مش بس أنه الدولة الدولة ديته دعم أنها علشان تصنع تأثير في المجتمع الفلسطيني لكن على صعيد فني لأنه هو كان شخص زكي جدا وشعر زكي جدا كان عنده 30 سنة بنتكلم على 30 سنة جنبه سل عبدالصبور أحمد عبدالحجازي أمل دونقل محمد عفيفي مطر محمد إبراهيم أبو سنة فرشوشة شعراء شعراء من أجيال مختلفة طبعا عبدالرحمن الأبنه دي كان على صدق 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 مجتمع ثقافي بالكامل اللي هو يلاقي لنفسه صيغة يقدر يعمل خط مميز لتجربته الشعرية مع أسماء كبيرة بهذا الحج هو ده بقى زكاؤه الشخصي ولذلك لما بنقول إنه تأثير مصر على محمد درويش ده موجود في الكتاب وده يمكن الجزء الأخير في الكتاب إن إحنا نطرح تساؤل طب إيه اللي عملته مصر في الشعر مش في الحياة يعني ممكن الناس طول الوقت بنتكلم على دول بتجيب ناسه وتقعد ناسه يعني ده طبيعي لكن اللي مش طبيعي أو اللي الاستثنائي إن الشخص ده يبقى واعي بدوره في التاريخ بقى إنه عارف هو هيستفيد من التجربة دي إيه محمد درويش استفاد سأل نفسه طب أنا موجود إلى جوار شعر كبير أو شعرين كبار زي صل عبد السجور وإحمد عبد المواطح جازي أين أضع قدمي هذا هذا سؤال كبير اللي بيقرأ شعر محمد درويش كويس قوي هيجد أن محمد درويش نشر أصايد استثنائية جدا في هذا التوقيت أزهرت قوة موهبته وقدرته على التحول عندما جاء إلى مصر كان مجرد شعر غنائي بيقول كلام رومانسي عن الوطن المفقود عن الحصار عن إنه محبوس وده كان يعني النبرة الشائعة في الشعر الفلسطيني كل الناس كانت بتكتب كده يعني هو ما كانش إلى أن بدأ أنه يتميز زي اللي بيدخل يدرس حاجات كتير وابتدي يتخصص بزبط التخصص ده هو عرفه من وجوده في هذه البيئة بيئة ثقافية لأول مرة رجل في إسرائيل مع مجتمع إسرائيلي لكن جوه مصر لأول مرة وجد اللسان العربي هو بيقول أنه لما نزل لأول مرة وسط البلد شاف على الرصيف الكتب والجرائد والمجلات العربية كان منبهر جدا أنه يفت الشارع للعربي خلينا نقول أنه إحنا نحتاج لقاءات ولقاءات علشان نقدر نوفيله حقه أو نقدر نغطي جميع الجوانب في حياة الشعر الراحل المتميز جدا محمود درويش ولكن خلينا نقول أنه إحنا كمان ممكن نقرأ هذا الكتاب وكتاب جميل وفيه مجهود كبير اتعمل على مدار سنوات في الحقيقة محمود درويش في مصر المتن المجهول بشكر مؤلف الكتاب بشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكاتب الصحفي الأستاذ سيد محمود نورتنا صباحك صباح الأرض و بنهنيك أخيرا على ظهور الكتاب إلى النور صباح الخير دايما أنا بحب أن أكون موجود في البرنامج ده لأنه وشه حلو دايما علينا تشرفنا وتنورنا أي وقت مشاهدين احنا كده وصلنا نهاية حلقتنا من صباح الورد بكرة إن شاء الله يتجدد اللقاء ساعة مص قبل دلوقتي فقط وحصريا على شاشة قناة تاني